بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير النهاردة ان شاء الله ده فيديو تاني بنتابع معاكم فيه العنب اللي احنا زرعناه كان بطريقة مبسطة جدا بسم الله ما شاء الله النتائج حلو خالص زي ما قلنا لحضراتكم اللي ما تابعش معانا في الفيديو الاول احنا زرعنا نوعين من العنب ده كان اول النوع اللي هو اسطار والنوع التاني اللي هو ده نوع اه الطريقة كانت سهلة جدا كل اللي احنا عملناه ان احنا جبنا العنب ديت في شهر اتناشر وقمنا حطناهم في اه قماشة مبللة مية بعد ما عصرناها كويس ولفناهم وحطناهم في كيس جوا كيس وبعد كده احتفظنا بيهم لمدة اربعين يوم زي ما حضرتكم شوفتوا في الصور كانت تجزير ما شاء الله عليه وبعد كده زرعناهم في الاكياز ديته بس كل اللي احنا عملناه ان احنا قبل ما نحطوهم في المية المبللة ان احنا نعناهم شوية في مبيض فطري ما فيش اي اضافات ما فيش اي شيء والحمد لله رب العالمين النتيجة زي ما حضرتكم شايفين كده اده اه نوع منهم تمام وده النوع التاني نتائج بسم الله ما شاء الله يعني في نوع منهم تكاد تكون مية في المية والنوع التاني نسبة عالية جدا ولسه ان شاء الله منتظرين اه نتائج اطيب من كده كمان وافضل ان شاء الله رب العالمين كل عام وحضراتكم بخير وصحة بسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته